لافت للنظر الآن دور العاصمة المصرية القاهرة في محاولة إنهاء الأزمة والحرب في السودان عن طريق الإعلان عن استضافة القوى السياسية في نهاية شهر يونيو حزيران الجاري في العاصمة القاهرة في محاولة من قبل الدولة المصرية من أجل تقديم يد العون للأشقاء للأحباب في السودان نحن نعلم الفضل الكبير الذي يعود لأهل السودان على العالم العربي والإسلامي لذلك من الواجب على كل أبناء الأمة الإسلامية التحرك بشكل فوري وعاجل من أجل دعم من ضال الشعب السوداني ضد هؤلاء المجرمين الإرهابيين المدعومين من جهات أجنبية نتحدث عن استضافة القاهرة للقوى السياسية في المقابل كان هناك استضافة لهذه القوى السياسية التي وصفت من قبل كثير من أبناء الشعب السوداني بأنها داعمة لهؤلاء الإرهابيين الذين يدعمون حمدتي حمدتي الذي يريد أن يحكم البلاد في السودان إما أن يحول السودان إلى الجحيم أو أن يتمكن من حكم الخرطوم لكن بإذن الرحمن هذا الأمر محال كما أننا نرى موقفا سابتا رافضا من قبل الشعب السوداني الذي أعلن عن الاستفاف الوطني الكبير من أجل مصلحة البلاد